تتزايد أعداد الدول التي تفرض قيوداً على القادمين من الصين في ظل انتشار موجة جديدة لوباء كورونا فقد حثت فرنسا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على إجراء اختبارات للمسافرين الصينيين للكشف عن فيروس كورونا بعدما قررت باريس إجراءها واعتباراً من اليوم تطالب فرنسا المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبار كوفيد-19 سلبي النتيجة يكون قل تم إجراءه قبل أقل من 48 ساعة من مغادرة الصين كما ستجري اختبارات عشوائية للواصلين إليها وإلى جانب فرنسا تطلب إيطاليا وإسبانيا فقط حتى الآن الاختبارات من بين 27 دولة في الاتحاد بعد إخفاق مسؤولي الصحة من مختلف دول الاتحاد في الاتفاق على مسار مشترك وبعدما أبقت حدودها مغلقة فعلياً لثلاثة أعوام وظلت تفرد إجراءات صارمة وتجري اختبارات بلاهودة حولت بكين بشكل مفاجئ في 7 ديسمبر الماضي سياستها إلى التعايش مع الفيروس وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تفشياً سريعاً للإصابات ما أن أفرجت السلطات الصينية عن سكانها بتخفيف قيود فيروس كورونا حتى وقع سكان الصين بحصار شبه عالمي كابوس ما خلفه تفشي الفيروس من كوارثة عاد إلى أذهان الدول فور تجدد عدواه الشرسة التي تصيب الملايين يومياً في الصين لم تتردد الدول باتخاذ قراراتها وإن بدت متباينة لكنها أجمعت على خوض حرب الإغلاق أو القيود ضد تفشي الفيروس لديها المغرب منع دخول القادمين من الصين إلى أراضيه سبقته دول في القارات العجوز منها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بفرض قيود على المسافرين القادمين من الصين تتمثل بإظهار نتيجة فحصات سلبية قبل الصعود إلى الطائرة كما تردت الذاكرة القاسية الولايات المتحدة وكندا واليابان والهند وماليزيا لتشترط بدورها فحصات سلبية النتائج على الزوار القادمين من الصين بعد إنهاء بكين سياسة صفر كوفيد ولاحقاً أستراليا التي أعلنت عن سريان قرارها في الخامس من الشهر الحالي وما بدى لافتاً هو عرض المساعدة لبكين الذي تقدمت به تايوان السعية للاستقلال عن الصين بمد يد المساعدة لبكين لمواجهة الارتفاع الحاد بالإصابات بدورها لم تتنازل منظمة الصحة العالمية عن مطالبتها الحديث القديمة لسلطات بكين بمزيد من المعلومات التفصيلية تحتاجها المنظمة لإجراء تقييم شامل لمخاطر الفيروس مع مساندتها لإجراءات الدول التي تهدف لصد الفيروس عن أراضيها رغم وصف الصين لقرارات تلك الدول واشتراطاتها بالتمييزية ومن بكين معنا لمناقشة هذا التطور الكاتب الصحفي نادر رونغ أستاذ نادر مساء الخير أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث سأبدأ بالإجراءات التي من الدول الأخرى قبل الحديث أصلا عن التفاشي الداخلي اليوم فرنسا تدعى لتحد الأوروبي لإجراءات أقصى في عديد من الدول بدأت تطلب فحوص بي سي آر إلى جانب كذلك يعني كثير من الاستنفار الدولي اليوم موجود مما يأتي من الصين كيف يتم التعاطي مع هذه التطورات داخليا بالصين أهلا ومحبا بكم يرى تترى الصين أن هذه الإجراءات ليس من ضروري أو هذه الإجراءات لا حاجة إلى فرض هذه الإجراءات والتي ستدعو الحواجز أمام تبادل أفراد بين الصين وهذه الدول وكذلك الصين تحث هذه الدول على دمان تسهيلات التبادلات الطبيعية تبادلات الأفراد بشكل طبيعي لأن كثير من الخبراء والأتباء في الدول المختلفة وفي ولاية المتحدة كذلك يقولون أن هذه الإجراءات ليس لها علميا لأن المتحورات المنتشرة في الصين الآن هو نفس المتحورات التي اجتحت باقي الدول العالم قبل زمن طويل وقد اكتسبت هذه الدول المناعة قطعية لهذا الأنوام بس الصين لا تنكر صعوبة المشهد داخلها ولا تخفي أنه في أعداد من القتلى في أن المستشفيات مليئة بالمرضى وأنه في تفشي كبير جدا داخل الصين كذلك هي لا تنكر ذلك طبعا هذه لكل دولة عند بداية رافع القيود كما نشهد أيضا في دبي وفي ولاية المتحدة وبرطانيا في هذه المرحلة هناك زيادة سريعة لعدد المصابين والأي دولة لا بد أن تمر بهذه المرحلة ولكن حاليا الوضع حاليا الأنفسي مستقر لقد تجاوزت الباكين وعدد من الدول دروة الانتشار وعد إلى الحياة إلى طبيعتها ومعظم السكان عند إصابتهم بكورونا ويبقى في البيت لأسبوع والتعافى لأن هذه حاليا الفيروسات خصائصها مختلفة ما كان عليها والكدرة تقوية على الانتشار ولكن خطورة الفيروس انخفضت بالكثير ونعلم كل هذا لأن معظم أصدقاء الأجانب في الخارج كذلك أصابهم كورونا وبالنفس النوع ولكن على هذه الدول لا تقلق الفيروس من الصين ولكن يجب أن تقلق هناك أنواع أخرى مثلا متحورات أوميكروم بأكس بي بواحد خمسة هذا منتشر في الولايات المتحدة الآن 40% من المصابين هو بهذا النوع وهذا النوع هو الجديد ولكن هذه الدول تجاهل هذه الأرقام العلمية ولكن فرضت وقت على قيود على مسافرين من الصين بسبب العوام السياسية حتى الصين كانت تفرد قيود على الحركة الداخلية وعلى الناس إلى حين زمن قريب جدا منذ أسبوع قليلة بدأت برفع هذه القيود وهنا كما يقول أن القيود بدأت ترفع داخليا ليس لأنه تم السيطرة على الفيروس بل لأسباب سياسية بعد تفشي تظاهرات معارضة لهذا الموضوع يعني حتى داخليا كان في خوف من هذا التفشي الكبير طبعا الصين بدأت ترفع القيود بسبب الخصائص في الروسات وكذلك لتلبية المطالبات بعد المواطنين في الداخل لأن كما قلت قدرة الانتشار للفيروس متحاول أصبح قوية جدا حتى ولو أنت تبقى في البيت وإغلاق كامل يمكن أن تصاب ولكن خطورتها انخفضت يعني إذا كان شاب يستطيع أن يقاوم ويبقى في البيت الأسوار ويتعافى ليس كما كان في البداية وفقط الخطورة تكمل في المسنين